موسيقى عندما تتخذ موقفا سياسيا يستطيع كل العالم أن يهاجمك ولكن عندما تقدم معلم الأول وتقدم المدرسة العربية الأولى وتقدم نجاحات على منصة التعليم لا تملك إسرائيل ولا غير إسرائيل القدرة على مقاومة هذا المشهد الذي يسبب لها أزمة علاقات عامة فتعلن الحرب باتهامنا بالتحريض وكأننا نحن من نحتل إسرائيل وليس العكس وبالتالي هذا نداء عبر هذا اللقاء الطيب وعبر شاشتكم العزيزة بأن تفتح إسرائيل مدارسها ومناهجها لتقييم دولي لنرى من الذي يحرد ومن الذي يمارس الإرهاب الفكري ضد شعب محتل إسرائيل طبيعة الحال تريدنا أن نعطيها المناهج حتى تكتبها على مزاجها إسرائيل لا تريد عربي لا تريد هوية عربية لا تريد علم ولا تريد نشيد وطني وبالتالي قامت بمصادرة كتاب التنشئ الوطنية لصف الثالث الابتدائي لأنها ترى بأن تعليم الطلاب عن تاريخ العلم تاريخ النشيد الهوية القدس يعتبر تحريض بالنسبة لها وهو كما قالت في رسالتها لا يتواءم ورؤية الدولة سبحان الله يعني هذا العالم الظالم الذي رأى احتلال في العام 2017 نعيش الذكرى المئوية لوعد بلفور سبعين عام على قرار التقسيم ثلاثين عام على الانتفاضة الأولى خمسين عام على النكسة وما زالت لهوية الفلسطينية والحمد الله باقي وبالتالي مهما قالت إسرائيل بالنهاية التعليم هو من أجل التحرير ومن أجل خلاص الإنسان من واقعه المؤلم ألا وهو الاحتلال مع الأسف بأنه البعض اشترى الرواية الإسرائيلية وحلق بها وبدأنا نرى أقلام مأجورة في الغرب تكتب ضد المنهاج الفلسطيني وتكتب ضد حتى أسماء المدارس ونحن نسألهم ما هي أسماء الشوارع في إسرائيل ما هي أسماء المباني منها مطار إسرائيل ما هي المواقع منها ميادين تسمى بأسماء من قتلوا فلسطينيين وبالتالي كما يقال باللغة الإنجليزية البطل بالنسبة لبعض الشعوب هو مجرم بالنسبة لشعوب أخرى لذلك لا يمكن لمحتل أن يمارس هذا النوع من الاضطهاد وأن يمارس اقتحام المدارس واقتلاعها وأن يحرر قرارات بخلع هذه المدارس وأن يمنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم وأن يحجب الكتب عن طلابنا وأن يستصدر قرارات بإزالة مدارس ثم يأتي ليتهمنا بالتحريض يعني هذه الآية مقلوبة نلتزم برؤية منظمة التحرير نلتزم بقرارات الشرعية الدولية وبالقانون الدولي ولن نقبل حقيقة استمرار هذه المهاترات بدأنا نرد الآن سنعزز الرد من خلال شركائنا وأحدهم تركيا وأيضا شركاء الدوليين لأنه لا نستطيع أن نقبل استمرار حالة التحريض القائم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر